السلام عليكم أعتقد أن اليوم سيكون جدًا ولكن أعتقد أن هناك فقط طريقة لتعرف 5 4 3 2 1 0 الساعة الآن 12 في الليل فبدأ يوم جديد لكن اليوم سوف يختلف شوية عن الأيام الأخر لأن اليوم أنا جعلت لنفسي تحدي والتحدي هو أنني لازم أتكلم اليوم كامل 24 ساعة باللغة العربية فقط أنا بريطاني نعم أنا بريطاني شوف عشان تتأكدوا أنا بريطاني فمع أن ذلك أن اليوم أنا ما أقدر أستخدم لغتي الأول الذي هو الإنجليزية اللغة التي استخدمها صراحة في كل حياتي أنا أستخدم الإنجليزية عشان أتكلم مع عائلتي مع أصحابي مع الناس في الشارع الناس في البقالة لو أنا في مطعم والعربية أنا تعلمتها كل لغة ثانية فأكيد سوف يكون صعب جدًا أروح يوم كامل وأنا أتكلم العربية فقط وأيضًا أنا صورت هذا الفيديو قبل سنتين لكن أنا صورتها في السعودية وفي السعودية إيش يتكلموا؟ يتكلمون العربية فكل الناس كانوا يفهموني لكن الآن أنا في بريطانيا فيختلف كثير عشان الناس هنا أصلاً ما يفهموا العربية فكيف أروح يوم كامل وأنا أتكلم العربية فقط صراحةً ما أدري لكن أظن هنشوف والله طلعت برا وفي مضاربة وراي بريطانيا وأيضًا فوق ذلك أنا جعلت لنفسي ثلاث أشياء التي لازم أفعلها قبل انتهاء الأربع وعشرين ساعة لكي أنجح في هذا التحدي الشي الأول أنا لازم أبدأ محادثة مع شخص بريطاني في الشارع هو ما هيفهم العربية فالله أعلم كيف ثانياً لازم أطلب شيء في مطعم بريطاني وأنا فقط أستخدم العربية أيضًا الله أعلم كيف وثالثًا وأخيرًا لازم أعلم شخص بريطاني كلمة أو جملة بلغة العربية فلو ما كان التحدي صعب إلى الآن أنا جعلتها فقط أصعب ممكن هيكون عندكم مسؤال طيب لو هذا التحدي سوف يكون صعب جدًا أنت ليش هتسويها أصلاً الثماني سنين اللفات أنا كنت ساكن في السعودية خاصة في جدة وطبعًا في جدة كل الناس هناك يفهمون العربية فأقدر أدرب عربيتي أتكلم كل يوم لكن قبل حوالي ثلاث شهور أنا نقلت إلى بريطانيا وهنا كل الناس يتكلمون بالإنجليزية وأنا صراحةً أخاف مرة أنني أنسى لغتي فأنا سويت هذا التحدي عشان ما يكون عندي خيار لازم أتكلم العربية اليوم كامل حتى لو أنا في بريطانيا لكن الآن أنا صراحةً بردان مرت فخلينا نرجع للبيت رجعتي للبيت الحمدلله صراحةً الآن أريد أن أنام الوقت صار شوي متأخر فسوف أنام في سريري الجميل نعم ثم أصحى وأكمل أتكلم العربية هذا صح؟ أكمل أتكلم أظن لكن نعم أشوفكم قريب إن شاء الله صباح الخير صباح الفل الحمدلله صحيت من النوم لسا بقيل الثلاث الأشياء التي لازم أفعلها قبل انتهاء الـ 24 ساعة وصراحةً الوقت بدأ يقل فأظن الآن سوف أطلع بره مع أصحابي ونحاول نفعل أو نكتمل نكمل؟ نكتمل؟ صراحةً ما أدري بس فهمتوني نحاول نفعل الثلاث الأشياء فأخليني أرور طيب الآن مع صحابي عندي ريان عندي حربي عندي عباس أول شيء لازم نروح مطعم ونطلب فيه بس بالعربية أظن الآن سنروح مطعم كيف نسويها صراحةً ما أدري بس حنشوف هم كمان شوية مريضين فيحتاجوا كذا صراحةً ما أقدر أقول كلمة عشان بالإنجليزية الحار بالإنجليزية كذا حش نفسي أتكلم بسرعة وبسهولة بس بالعربية كنا ماسك علي شوية فالفكرة اللي عندي عشان أطلب أستخدم هذا الترجمة وأتكلم فيها بالعربية وبعدين هيغيرها للإنجليزية وأسوي الصوت للموظفة أو الموظف فبس أقدر أتكلم بالعربية واحد كاري قنبري مع روز وواحد كاري قنبري مع روز سويتها عبادة لم تفهم أي شيء الإنجليزية لا أفهم عربية بس لا بس قلها بدون لا بس قلها بدون لا بس قلها بدون لا بس قلها لازم تنتبه ياريين عبادة قلها كيف كه تقوي الحمد لله صبت كنت متوتر جو كنت خايف قلت كاري أحاول أقول كاري بس سواها كوري ما قليته هم يطلبون برضه بالعربية المفروض كلنا كذا أصحاب نصويها مع بعض قافوا وسواها بالإنجليزية فأنا لحالي طلبت بالعربية الموقف كان محرش صراحة فطرينا نتكلم بإنجليزي شوية هذا القنبري اللي طلبتها بالعربية طامها أحسن بس عشان طلبتها بالعربية هي نزل لا طلعنا برا شوف الساعة حين أربعة بس وشوف كيف ضلام كذا الشتاء في بريطانيا وليس باقي لي شيئين لازم أتكلم مع ناس بريطاني بالعربية هذا أكثر التحدي متحمسين أيو حتى أنا صراحة أظن سوف أستخدم نفس الشيء كذا ترجم معاهم لكن لسه يكون صعب طب قاعدة صراحة ما سنقدر نسويها بس إن شاء الله خير حاول مرة برد برا وأنا بس لابس كيف أقول بالعربية؟ طال ما دريش هودية أيو ما في كلمة فراجعنا هلبس كذا فوقها طبقة طبقة فوقه وأجيب اللمبة عشان نصور في الليل ثم نطلع برا مرة تانية أوكي جبت اللمبة خلينا نطلع مرة تانية يلا طلعنا برا فالخطة عشان نتكلم مع شخص حط هنا هل تريد أن تكون في فيديو؟ فأشوف الترجمة هنا فأروح للناس وأقول لهم بس كذا يقرؤوا وبعدين أتكلم معهم وأستخدم الترجمة على الجوال إن شاء الله يزبط الآن ضاقي نلقي الشخص صحيح ايو صح هذا هيكون أصعب شيء أظن والله لو زبط فتكت ما زبط هل يكتت هم يا أول واحد ما زبط حيث كذا نحتاج ممكن ثلاث أشخاص مع بعض نفسه عمرنا وكذا هيو صح 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 واحد لحاله وكذا يخاف شوي أظه ندور على ناس يكونوا فاضين أنا مو أياحد فاضل كل ناس يكونوا ماشيين مشغولين ما نقدر نوقف أياحد عام أنا متابعك من بداياتك ترى تبتكون في الفيديو أم لا؟ مو أينوت بس المشكلة الفيديو اليوم هي أني لازم أتكلم يوم كامل بالعربية بالعربي السعودي ولا بالعربي الثاني؟ العربي الأقدر بس هنا جمهورك قبلهم ترى تبتكون متابعك من يوم أول ما بديت قبل 2018 هذا بقفان تبقوا تصوروا مع بيت؟ ايه تبقوا تقولوا شي أو كذا بس؟ بقولوا اشتركوا آه هذا يعلم اشتركوا يا جماعة سمعتها منه وليس مني صراحة مرة غريب لما أكون كذا في بلد داني وأقابل ناس من تابعيني لما أطلع برا كذا أشعر نفسي لا أحد هي يعرفني واتفاجأ اتفاجأ اتفاجأ نعم ما دي شكات يصير هناك بس الأجواء كل مرة في نهاية السنة في بريطانيا كذا في كريسماس كل الناس يكونوا كذا مبسوطين وهذا المشكلة كل الناس مبسوطين وسأنا ماني مبسوط عشان بد لسه قاعد يدور بس ما في ما في لازم نتكلم اليوم كامل بالعربية لحين ما يشتغل تبقوا تتعلم شيء كلهم مراحوا تبقوا تتعلم جملة بالعربية تبقوا تتعلم جملة بالعربية نعم مرحبا أريد أن أقول يسمي كيف تتعلم؟ ماهييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سيئة لا أنت بمكبوا реально طلعة هل هذا كله؟ شكرا هل تريد أن تشترك؟ شكرا انت بخير والله كان صعب هم كلهم كده واقفين وأنا حاول أترجب أترجب هم واقفين نشوف الأجواء قدامها وأشياء كثير في وسط المدينة فصراحة أنا سويت اللي علي أبقى سويها كمان أحسن لسه قاعدين نحاول نلاقي ناس تانين نحاول نلاقي ناس تانين نتكلم معهم إن شاء الله أحبت ستوتون معا هل تنصبت معا احبت ستوتكم وقيتها هل تريد أن ترديني؟ لا لا هل تريد أن ترديني اليوتيوب؟ لا 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 كم مرة؟ خلاص ممكن ساعة في ناس ساعة ونسا ونفسك إنما يحاول نراجب البيت تعمل عشان أصبحي محتم جزيخ ونحن ماشيين في الشارع كأنه مرة في الليل ممكن ساعة تسعة ساعة عشرة بس الساعة دي حين بس ستة فلسا بقي لي ستة ساعة على انتهاء التحدي لو حاولي تكلم انجليزي بنصوره ونفتحه ما في الهاتفنا هنروح جوه شوية وبعدها نشرب شوية شاي نقعد نتكلم بالعربية اكيد طبيحة جزي في العملة ليفة وماش بلومت كارثة نسوي الشاي نسوي تحدي دق دقة من يقدر يدق دق واكتر واول واحد ريان عشرة خاص ريتشها الله انت بعدها إنها حربي ٢٣٥ ٣٣ٓ٤٨ ٤٣٣٥ ٣٣٥ ٣٣ committed ثلاثة أربع سألكم ستين طبعا هذا شاي من الشرقية هذا مو شاي جدا اش أحسن ولا أسوأ أسوأ؟ 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 ما شاء الله كل مرة لما أسوي كذا شيء سعودي أبو أقول يا واد يا واش الله يا واد بسم الله يا واد طيب كيف؟ مرة حاد ما أقدر قل لي محار أول شربة أول مش شرقية نسميها جغمة أول جغمة يا واد بسم الله صراحة أنا بريطاني وما أشرب شاي بس جامدة جامدة يلا يلا يا شباب مشينا دحين هنطلع برا مرة ثانية مرة ثانية نحن موجودين هنا بس يلا روح بسم الله بسم الله شكرا حبيبي سلام بدأ بدأت تمطر نعم للأسف ولكن خلاص عادي لا يمكننا التمشي بعد ماشي كثير لدينا شخص يبقى يكون في الفيديو ويبغى يتعلم شيء بلغة العربية أخيرا طيب جبنا شخص جديد شرطي وأصبح إن شاء الله أعلموا جملة نوتنغهام نوتنغهام مدينة مدينة جميلة جميلة نوتنغهام مدينة جميلة نوتنغهام مدينة جميلة 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 شكراك 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 أقول الكلمة بالإنجليزية بس خلوك خلوك يا خلوك شكراك ماشينا ممكن خمسة ساعات في الشوارع بس عشانكم تجاهدوا هذا الفيديو يلا أشوفكم أخيراً أخيراً رجعت إلى البيت الحمد لله الساعة الآن 11 في الليل فبقي بس ساعة على نهاية هذا التحدي وفي هذا الساعة أنا إن شاء الله سوف أمنتج أمنتج هنا وأشوفكم قريب إن شاء الله ساعة عشانا من حلوك خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد الساعة الآن أخيراً أخيراً إثناشر في الليل ب Harge التحدي كان صراحة صعب founder كنت أجد كذیک الفكير كنت أجد كيفية أتكلم مع كل الناس راسي صراحة يقلمني مرة لأن الانجليزية لانتكلم مو لازم أفكر يمكنني أن أتكلم و أتكلم و أقول شيئاً و سأتكلم و أتكلم و لا أحتاج أن أتكلم بأسفل قل لي إن شاء الله في الكومنتات تحت عشان يساعدني مرة و أيضاً إذا حبيتم هذا الفيديو إن شاء الله قل لي في الكومنتات تحت و ممكن أسوي مقطع ثاني أو أسويها ممكن ليومين 48 ساعة هذا أصرحت أن أظن يكون مجنون و أصعب بكثير لكن لو تريدوا أن تشوفها قل لي في الكومنتات تحت و نعم هذا نهاية هذا الفيديو إن شاء الله خلصت مخي قال خلاص أشوفكم قريب إن شاء الله أحبكم كلكم شكراً أنكم تفرجتم الفيديو إلى آخر شيء و نعم أسلام عليكم أخيراً يا الله شكراً لكم تخالد المرّي أن تشترك هذا الفيديو عبر Patreon شكراً لكم